مقابر أساسيا لمقاتلي داعش في كل من العراق وسوريا ويحظى موضوع مكافحة تجنيد المقاتلين في بؤل التوتر هذه وكذا تجفي في منابل الإرهاب بالأولوية في أجندة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش لمزيد من تفاصيل ينظم إلينا الآن في الستوديو الزميل محمد برويس مساء الخير محمد مساء الخير عبدالله ومساء الخير لكل المشاهدين كثيرا ما يشار إلى تركيا بوصفها أهم معبر إلى داعش في العراق وسوريا ماذا تقول السلطات التركية؟ بالفعل هكذا توضحه التقارير على الأقل قال وزير الدفاع التركي عسما تيلمز إن بلاده منعت نحو عشرة آلاف شخص من الدخول إلى الأراضي التركية بهدف الالتحاق بالجماعات المسلحة في كل من سوريا والعراق وزير الدفاع التركي قال أيضا إن بلاده رحلت أكثر من ألفين ومئتي شخص اشتبهت في أنهم يسعون لعبور الحدود إلى سوريا والالتحاق بالجماعات المسلحة بالرغم من ذلك محمد العديد من الدول الغربية تتبنى مواقف مشككة في جهود تركيا لمحاصرة تنظيم داعش بالفعل هو دور محط تساؤل على الأقل في الأوساط الغربية تصريحات وزير الدفاع التركي تأتي على خلفية اتهامات غربية لتركيا بالتساهل في عبور المقاتلين الإرهابيين إلى كل من سوريا والعراق رئيس الاستخبارات الأمريكية جيمس كلابر قال مؤخرا إن محاربة تنظيم داعش ليست أولوية بالنسبة لتركيا وأن هذا الأمر يسهل عبور مقاتلين أجانب الأراضي التركية إلى سوريا وأضاف كلابر في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي إن هناك ستين في المئة من المقاتلين الأجانب الذين يصلون إلى سوريا عبورا من تركيا هذا الأمر يعني يجعل المقاتلين الأجانب أهم مكون في هذا التنظيم المتشد بالفعل ديمغرافيا هم التشكيل الأهم بالفعل المقاتلون الأجانب في صفوف تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى يشكلون عنصر قوة حيوية لهذا التنظيم الإرهابي بحسب بيانات إحصائية تقريبية فإن أكثر من عشرين ألف مقاتل أجنبي ينشطون في سوريا فيما يقاتل في صفوف تنظيم داعش في العراق أكثر من أربعة آلاف مقاتل أجنبي ينتمون أساسا لأكثر من أربعين دولة جلهم من بلدان الخليج وشمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية كل هؤلاء يجري تجنيدهم أساسا عبر شبكة الأنترنت التي تخدم كثيرا لمصالح هذا التنظيم بالفعل هي المحرك الأساسي للتجنيد وحتى لجلب التمويل تشكل شبكات الاجتماعية على الإنترنت رافدا حيويا لتجنيد المقاتلين والمقاتلات خلال الأسبوع الماضي فقط أغلق موقع تويتر أكثر من ألفي حساب لمستخدمين متطرفين يتبنون أو يروجون أو يجندون لفائدة تنظيم داعش وقد أخذت قصص شباب ونساء غربيين التحقوا بهذه الجماعة الإرهابية شهرة في وسائل الإعلام من ضمنها حيات بومدين زوجة أحمد كوليبالي منفذة لاعتداء على المتجر اليهودي خلال هجمات باريس الأخيرة وكذا قصة المراهقات البريطانيات الثلاث اللواتي يعتقد أنهن سافرنا إلى تركيا للعبور إلى سوريا وتقول بعض الدراسات إن أكثر من خمس مائة وخمسين امرأة غربية توجهنا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى داعش إذن هي معركة افتراضية مفتوحة بموازات مع المعارك الجالية في الأرض والأنصر نسوي يعد عملة صعبة في هذا الختم بالفعل هي معركة ربما أهم من المعركة الميدانية في بعض الحالات بالفعل فإن تركيز تنظيم داعش الإرهابي على الدعاية على شبكة الإنترنت لاستقطاب النساء والمراهقات يشكل تحديا كبيرا للجهود الدولية في محاربة هذا التنظيم وبهذا الخصوص قال جين بساكيا المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن ما تواجهه والولايات المتحدة من آلة دعائية لفائدة تنظيم داعش هو أمر غير مسبوق فعملاء وزارة الدفاع يشتغلون يوميا في مواجهة أكثر من 90 ألف تغريدة متطرفة لتنظيم داعش أو الموالين له على موقع تويتر لوحده شكرا لك زميلي محمد برويس على كل هذه المعلومات الوافية